بسم الله وسراته وسره مع رسول الله أعزائي وطلاب برحب بكم في فيديو جديد ننسى اكمل في سلسات حلقتنا في حلقة كتاب الشامل 122 بول يربط الوعية الناقل للبربخ بنقط البربخ هيتربط بمن الشباب طبعا احنا عارفين ان البربخ عندنا لو احنا شوفنا في قلبي الرسمة بتاعتنا هنلاحظ ان البربخ مرتبط بالخصية طيب ونلاقي الوعية الناقل اللي هو الانبوب ده نوصل الى حويسان المانوية وبتنتهي عندنا بقناة مجر البول طيب فلما نجي نقول عندنا الاتصال بمن ومين اه بقول والله الاتصال من البربخ لحد مجر البول ده الاتصال اللي موجود عندي طب ما الحويسان المانوية في النص اه ده مرحلة انتظار لكن نهاية الطريق هكون هكون عندنا عند مجر البول فبقا احنا ناخو قناة مجر البول طيب نجي مع بعض 122 لانجاب 2 توائم متأخية و 3 احدية اللاقاحة في وقت واحد يكون ذلك من عدد بويدات عددها اتنين توائم متأخي و 3 احدية اللاقاحة احنا عايزين كده كم طفل والله بيتوهوني كده معهم في الحتات اتنين توائم متأخي حالو و 3 احد اللاقاحة 3 احد اللاقاحة يعني عندنا بويدة واحدة ماشي؟ و 2 توائم متأخي 2 توائم متأخي يعني اخين يعني كده 4 لو انا قلت توائم شلت الاتنين دي توائم متأخي يبقى انا كده بكلم عن طفلين طب انا بقول 2 توائم يبقى انا كده بكلم عن 4 اطفال تمام؟ 4 اطفال ب4 بويدات ثم ف lama وكمان عندي 3 احد اللاقاحة في وقت واحد يعني انا انا اتخد 3 أطفال يكونون ماشي؟ طيب ولكن ثلاث اطفال يكونون من بويدة يكونون من بويدة واحدة و المااااان الاتنين دول يكونون من بويدة واحدة و يكونون من من ايه 2 توائم متأخي عن اربعة يبقى انا عند 5 ثاني عيدة اتنين شباب لانجاب 2 توقم متأخي لو قلنا توائم متأخي رقم اتنين توائم متأخي تمام اوي يبقى انا كده انا كده بكلم عن طفلين ت يا انا 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 قلت اتنين توائم يبقى انا عندي اربع توائم متأخية يعني اربع بويدات مختلفين طيب و تلاتة اوحاديت اللاقاحة تلاتة اوحاديت اللاقاحة يعني انا عندي التلاتة یا ils中 with 1 يبقى يبقى كده انا عنده هنا بويدة واحدة وعنده هنا اربع باويدات يبقى كده الاجمال عندها هيكون خمسة طيب مية Series 124 يتكون الجسم الأصفر من حويسر الجراف المتفجرة في المبيض نقط مرحلة التبويض الجسم الأصفر من حويصير الجراف المتفكرة المبيض نقاط في مرحلة التبويض ها الجسم الأصفر بيكون امتى؟ أثناء ولا قبل ولا بعد ولا ممكن اي مما سبق طبعا عندنا مجرد ما يحصل التفجير زي ما احنا شفنا قبل كده في الرسم متاعاتنا ويخرج الخليل البيضية الثانوية يبقى المتوكي اسم الجسم الأصفر تمام؟ طيب فالأفضل عندنا ان احنا نختار اثناء بعض الكتب التانية اللي اتبارده بتختار بعد هو بمجرد خروج البويضة المتبقي منها باسم جسم الأصفر اثناء عملية الاباضة خرجت الخليل البيضية الثانوية او البويضة المتبقي من جسم الأصفر فالأفضل عندنا نختار ايه؟ اثناء تمام؟ البعض بيختار بعد البعض بيختار بعد لكن هو الصحين اللي اتنم مع بعض في نفس اللحظة خرجت البيضة وفي نفس الوقت المتبقي باسم جسم الأصفر مية خمسة وعشرين لا يفرز المبيض هرمون نقط أثناء تعاطي الأنس أكرس منع الحمل هرمون مين؟ طبعا هرمون المحاوصل اللي هيكون حوصلة الجراف فبالتالي لا يفرز ليه؟ لأن أكرس منع الحمل بيكون في هرمون البروجسترون فالبروجسترون بيدي يحقل الجسم إن فيه حاملة ففي الحالة دي يبقى ما فيش عملية طبويض يعني بيمنع عملية الطبويض طبع من الهرمون الأساس في الطبويض اللي هو بيكون حوصلة الجراف اللي هو هرمون اللي أنا اخطأت تمام؟ لأن هو بيسأل عن مين؟ بيسأل عن المبيض ما بيسألش عن الغد النخامية الغد النخامية يبقى أنا استعقلت في العالت لها لان من خلقات شبال من كلمة المبيض ويقول لا يفرز المبيض يبقى بيسأل عن المبيض طبعا لن يفرز المبيض طبعا لن يفرز المهم غد النخامية فايفضل عند مين؟ الاستروجين وفي الغالب هيكون الاستروجين اصلا مع رأسما على الحمل يعني الاتنين يفرزوا يتعطوا في كل بلحبة نفسه فبالتالي بيدي عحق الجسم إن هم الاتنين افرزيه أخذت شبال من كلمة ما يتركز على غدان وخمين نجي مع بعضه بالنسبة ليه الرقم كام دي ستة وعشرين مية ستة وعشرين يفرز هرمون برجسترون لمدة نقط شهور تقريبا من المشيمة البروجسترون عارفين ان هو بيستكمل من بعد الجسم الأصفر ستة شهور تمام نجي مع بعضه بالنسبة ليه مية سبع عشرين الوظيفة الأساسية المهبل بتاع الأنسة اخساب الويضات ما فيش بويضة بتخصف فيه مرور الحيوانات المانوية اي تمر من افرزجه المات الجنسيةлон بان وش vue ب findef دي ستسمحول مهبل بالنمو Fans مرور حيوانات المانوية تمام دي بعيدة بس اتنين لوقت تلاتة وعشرين يعني هو ده قريب يعني بس هو الصح ان هو من اول يوم اول يوم دورة على طول بتاخدوا الحبوب منفعش تنتظر يوم تمام بس احيانا في ناس بتاخدها بالتقريب يقول لك والله ايو ما جابش من واحد الواحد وعشرين بس اجابت اتنين لتلاتة وعشرين فده اقرب رقم فممكن نختاره بس هو الصح لا الصح ان انا يبقى عندنا من واحد لواحد وعشرين هي دي الايام الاساسية اللي انا بعتمد فيها تمام كده بضمن انه ما فيش بوائدات خلاص هتتكون خلال فترة دي وبحيس ان احنا نسمح للدمة بالنزول فيبقى الافضل عندنا لا توجد اجابه طيب مية تسعة وعشرين الحيانات المنوية بعد انتقالها الى الوعاء الناقل تدخل الى حيانات المنوية بعد انتقالها الى الوعاء الناقل حلو تدخل الى طبعا هتروح الى حوصيلة تتخزن فيها شوية ماشي ايه في الوعاء الناقل حاليا اراحت للوعاء الناقل هتروح الى الحويصلة المنوية الاول وبعد اجلنا مجرى البول ماشي طيب مسانه طبعا ممكن توفيش وبالتالي كل م inspirق برضه ولا تصلح كونات مجرى البول ده بعد الحويصلة تمام لو احنا قلنا كونات مجرى البول يعني معناها اي حيوان منوえてكون بطلع مباشرة وده خطأ تمام الحيوان المنوي بيروح الوعاء الناقل ومن وعاء الناقل ينتظر في الحويصات المنوية لحين خروجه انما حتت لو انا قلت على قناة مجرى البول تمام يبقى انا كده معناه ان انا بقلت بيخرج على طول مباشرة وهذا لا يصله تمام الحيوانات المنوية بتتجمع عندي بتنتظر في الحويصات المنوية ما بين 60 يوم لشهرين لحين وصول اشارة من الجهاز العصب السنباساوي ان في عملية قصف مباشرة بيحصل انكباض عليها فبتبدأ تندفع منها كل المخزون الموجود فيها غالبا طيب 130 يواضح الرسم البياني عدد مرات الحمل لأربعة من مجموعاتنا النساء كل مجموعة تحتوي على 50 امرأة استخداموا وسائل مختلفة تمام لمنع الحمل حالو طيب نشوف مع بعض اخراص منع الحمل اللي خلاص عرفناها اللي هي الحبوب نفسها اللي بتتخب من 1 إلى 21 من يوم 1 إلى يوم 21 فرصة حدوث الحمل فيها بيكون ضعيفة تمام قريبة من الصفر لان احنا بدينا بندي احالي الجسم بان في حمل ففي الحالة دي مفيش طبيب اللولاب وعرفنا اللولاب اللي هو على شكل حرف ايتيه ده بتحط في قلب العنق الرحم فبالتالي بمنع ان اي بويدة كمه موجودة تنغرز فبالحالة دي بتقع عندنا مباشرة تمام لان العنق الرحم مفتوح الوقت الزكري وده عبارة عن كيس مطاطي بيتلبس على عضو الزكري بتاع الذكر فبالتالي لو الحيانات المانوية بتخرج منه بتحتفظ بها داخل الكيس لكن في بعض الاحيان ممكن يكون مش جيد يتقطع فالحيانات المانوية تنزل تمام طيب فترة الامان فترة الامان اللي هو الابتعاد عن الزوجة او عدم القصف داخل الرحم ماشي يعني انا عارف ان الطبوت بتاعها مثلا ممكن من يوم عشرة ليوم ستاشر خلاص ان الفترة دي ما اقربش منها او مارس علاقة لكن ساعة وقت الانزال احاول ان انا الانزال يبقى خارج الرحم تمام او خارج جسم الانسة ففي الحالة دي يبقى عندي فترة الامان هي الافضل طيب جاي بيقول لي فترة الامان هي الفترة التي يكون فيها النشاط الجنسي فعالة مع عدم حدوث حمده وبذلك فهي الفترة من بداية الطمس حتى حدوث الطبوت 14 من نهاية الطمس حتى حدوث التبويد عشر ايام من نهاية الطمس وقبل التبويد بثلس ايام لا توجد إجابة صحيحة رأيوكم يا شباب ها من نهاية الطمس وحتى حدوث الطبوت بعشر ايام تمام يعني الطمس بتاعنا اللي هو خمسة اه بعد الخمسة ايام يعني فيه فرصة من يوم ستة انه ممكن يحصل طبوت احنا بندي احتمالية دي ستة اسوز دا مفيش طبوت في ستة يا سيد انت ممكن تحط الحيانات المنية بتاعتك يوم ستة تعيش تلات ايام يحصل الطبوط عندنا في اليوم الاخير وصلت فاحنا الافضل عندنا من يوم ستة عشر تيام يعني احنا كده وصلنا اليوم خمستاشر تمام من خمسة لخمستاشر الطبوط حصل كمان يوم اربعتاشر برضو ممكن يبقى يحصل حملة في يوم خمستاشر لو حصل لك عندما يوم ستاشر بتبقى خلاص الفرصة بقت صعبة جدا ليه لان عندما الحيانات المنوية توصل لي القناة فالوب هيكون البيضة اصلا تحللت تمام فافضل اجابة عندي اللي هي الاجابة مين بقى طيب حدوث حملة في حالة تعاطي اقراص منع الحملة يرجع الى استمرار تناولها الفترات طويلة عدم الانتظام في تعاطي الاقراص تناول كمية كبيرة منها بعد التوقف لفترة بقى وجيم طيب استمرار تناولها الفترات طويلة ده بيحصل اصلا فيها خلل عند بعض النساء وممكن الهيرمونات بجاعتها يحصل فيها الطراب لان هي بتاعة تعمل على مصدر يخرج بشكل مستمر ففي الحالة دي ممكن بعد كلا بعض الحرم بيجي لها عقمة بسبب الحبوب دي تمام وممكن تسأدي الهدوث او رم سرطاني تبقى بيقول استمرار تناولا فترات طويلة ماشي لا ما ينفعش عدم الانتظام في التعاطي اه ده فرصة ان هي مثلا بتاخد الحبية وتنسا في يوم او حاجة وانتوا طبعا ما شاء الله المسلسلات المصرية ما سابتش اي حاجة تمام لما تجب تقولك ده نسي اتاخد الحبية وبقت حامل تمام اه في عدم الانتظام ده يدي فرصة للحامل طيب تناول كمية كبيرة منها بعد التوقف لفترة تناول كمية كبيرة منها بعد التوقف لفترة مش فاهم يعني كمية كبيرة بعد التوقف يعني خدت حبيتين مسلا بعد التوقف لفترة الفترة اللي توقف فعل هي ايه بالزبط مش فاهم مش فاهم قصده هنا تناول كمية كبيرة منها بعد التوقف لفترة يعني قعد فترة بدون اغزي الحبوب وبعد اكتاخدتها تاني يعني جات في فترة ما اخدتش الحبوب لو هو ده المقصود يبقى تمشي معانا يعني هي جات مثلا ايام يومين تلاتة كده وما اخدتش الحبوب وبعد كده متوحدة كمية كبيرة منها لأ ممكن الفترة اللي هي ما اخدتش في الحبوب في الوقت ده افرز هرمون ال FSH ويكون حوصل الجراف ويتكون عندنا طويض لو هي حصل توقف لفترة يعني جات يوم او اتنين او تلاتة وما اخدتش الحباية فيه ففي الحالة دي تمشي معانا برضه يبقى انا عندي باق وجيمب يصلح الاثنين مع بعض طيب 131 يحفز هرمون نقط على افرز ال LH احنا شفنا مع بعض في المخطط بتاعها ان الهرمون الاولاني يا شباب هو هرمون الاستروجين لو انتو اخدتوا لكم المخططات بتاع الرسم البيانة هرمون الاساسي عندنا هو هرمون الاستروجين هو ده المسؤول عن حدوث عملية الاباضة ازاي ما هو زيادته تمام استشعارها تحت المهاد وبالتالي قد اشارة ليه الفاصل امام بافراز هرمون ال LH بسرعة وفترة قصيرة فافراز ال LH يتابع لافرازه ليه لتفع نسبة الاستروجين تمام فيبقى عندنا الهرمون بتاعنا يا شباب يفرز هرمون مقط على افراز ال LH يبقى طبعا عندنا يحفز هرمون او يبقى عندنا الاستروجين هو اللي بيحافز افراز ال LH البروجيسترون تابع لافراز ال LH فبالتالي يصلح ال FSH وال LH الاتنين بافرازه مع بعض دايما سواء في بداية الدورة او اسناء التبويض لكن العملية معكوسة ازاي في اسناء التبويض ال LH تركيزه عالي وال FSH اقل لكن في اول الدورة ال FSH هو اللي محتاجينه عشان نعمل حواي صلة فهذا اللي هيفرز بكم كبير وال LH هو اللي هيفرز بكم قليل تمام؟ يعني الاتنين في جمعي الاوات في تكون الحواي صلة او اسناء عملية التبويض الاتنين بيفرزوا بس الفرق في الكمية ان في التبويض ال LH اكثر في حواي صلة FSH اكثر البرولاكتين طبعا مالهوش اي علاقة نجي مع بعض بالنسبة الرقم 132 اي من الات يعد احد الاسباب الجوهرية لاعتبار ان فترة الحيد ليست من دورة الطمس تمام؟ اي من الات يعد احد الاسباب الجوهرية لاعتبار ان فترة الحيد ليست من دورة الطمس حدوث اخصاب للبيضة في حالة وجود تركيزات عليها من الريمالات الجنسية في الدم بقاء ونمو الجسم الاسفر نمو وزيادة بسمك بطامة الرحم وزيادة الامداد الدموي لها ليست من دورة الطمس حدوث اخصاب مفيش اخصاب نبدأ اشهد بكتب بقاء ونمو الجسم الاسفر ماشي احنا نكمع فترة الحيد فترة الحيد مفيش جسم اصفر نمو زيادة بطامة الرحم لا ده بيقل نموها مفيش عندنا وجود تركيزات عليها من الهرمونات الجنسية في الدم حتى الهرمونات الجنسية برضو بكون عندنا مستوى من خفض هو بسأل عن تركيزات عليها تركيزات عليها تاني يعد احت الاسباب لايست من دورة الطمس دورة الحيد عايزين يطلعها برا دورة الطمس ايه السبب؟ تمام؟ حدوث اخصاب مفيش اخصاب فيها تركيزات عليها من الهرمونات الجنسية في الدم الهرمونات الجنسية الاسطروجين وبروجسترون اثنين من خفضين الاسطروجين وبروجسترون اثنين من خفضين لكن في الوقت ده بيبدأ يزيد عندي هرمون الاف اس اتش مع بداية الدورة يعني ممكن يكون قصدع ال FSH إنه بفرص ببداية تتدور وكما كبير يعني طيب بكون نموه جسم الأصفر جسم الأصفر أسناء فضل تلحيد بيكون تحلل أو انكمش أو ضمر طيب ما هو زيادة بتلصم كمتنة الرحم وزيادة الأمداد الدولة ده ده بيقل ما فيش هلا بقى بس هي يعني اللي ممكن يكون نقصب بها اللي هو ال FSH اللي هو اليرمون الجنسي المحوصل ده بس اللي بيكون بزيادة تمام اللي الليتش بيكون بكمية أقل لكن البقائين بيكون عنده مخفضين فهو ده بس الواحد اللي يعني في شك طيب 133 اليرمون لازي يسبب فدوس التبويض طبعا عارفينه الليتش لسه ما كلمنا عنه من شوية لإنجاب 3 توائم ثنائية اللقاح و 2 غير متأخي في وقت واحد يكون ذلك مبايدات عددها طيب واحدة واحدة كده الشباب 3 توائم ثنائية اللقاح و 2 ثنائي غير متأخي 2 ثنائي غير متأخي يبقى انا كده بكلم عن 2 ثنائي غير متأخي يعني 2 ثنائي متماثل يبقى انا كده عايز طفل ايه 2 ثنائي 2 ثنائي لو انا قلت لثنائي غير متأخي يعني ثنائي متماثل ثنائي متماثل تمام كده طيب يبقى انا كده عايز 2 من ده طيب حالو ثلاث تواقم سنقية اللقاحة يبقى انا كده عايز ستة ثلاث تواقم سنقية اللقاحة تمام يعني هي متأخية يبقى انا كده عايز ستة يبقى اتنين وستة يبقى ثمانية نجي مع بعض النسبة لمية خمسة تلتين بول يحتوي دم الحيض على بويضة وجسم كطبي بويضة اولية امعات البيض لا توجد اجابة صحيح طيب واحدة واحدة كده مع بعض الشباب عشان السؤال ده برضو بيبقى في خلاف مع بعض الناس كلها بيبقى ليه رأيه تعال نقوم كده هل بويضة اولية؟ البويضة الاولية و امهات البيض دول بيكونوا في قلب المبيض فبالتالي المستحيلة لقوموا في قلب قناة فالوب او في قلب الراحة طيب بويضة وجسم كطبي احنا في دم الحيض دلوقتي يا شباب يعني بنتكلم من بداية الشهر يعني بيكون فات 14 يوم على عملية التبويض تمام هل خلية؟ تمام اللي هي الخليية البيضية الثانوية عرفت ان هي لا تنقسم الا في لحظة اختراق الحيوان المنولة هنفترض اسيد ان هي بويضة هنفترض ان هي جسم كطبي تمام هل هي موجودة؟ بالطبع لا ليه؟ 14 يوم ان لم يأتي حيوان منوي خلال ما بين 12-48 ساعة او يوميا حد اقصد ما هو موجود عندنا في المنهج تتحلل يعني متبقاش موجودة تختفي تدوب تمام؟ فبالتالي مش هتبارها موجودة يعني لو جيت في حظة دم الحيوان مش هشوف فيه لاب ويضة ولا جسم كطبي تمام؟ لاب ويضة ولا جسم ايه؟ كطبي لانا فيش اي حيوان منوي اتحد معه ففي جميع الاحوال لن يتم ايه ملاحظته فهيبع عند الافضل لا توجد اجابة صحيح طيب 136 مرحلة النطج لتكون الحيوان المنوي في الانسان تنتهي بيه ها نطج يبع عندنا تنتهي بمين؟ طلاقع منوي طيب عايزي شوفها يا سيدي تعال يا سيدي نجبها لك من الكتاب مرحلة النطج ماشي؟ نهايتها كان الانقصام ميزي الثاني يبقى من اللي الكون عندي اللي هي الطلاقع المنوي طيب نجي نشوف مع بعض السائل المنوي يحتوي على الحيوانات المنوية وافرازات طبعا الغدد طيب انا عندي كم غده يا شباب؟ ها حوالي صلة منوية بنعتبرها غد بروستاتا غد كوبر غد يبقى انا عندي كده ثلاث غدد تمام؟ يبقى السائل المنوي عبارة عن مناء الحيوانات المنوية تمام؟ مع السائل الاثنين السائل نفسه يطلع من ثلاث غدد اربع غدد ما فيش اربع غدد وواحدة ما فيش غددين ما فيش طيب عطاكم الجراح الاحد قناتي فالوب هيقلل نسبة الحملة بنسبة كم؟ طبعا بنسبة خمسين في المية انا عندي قناتين بيشتغلوا مع بعض تمام بالتناوب ففرصة الحملة لما انا اقطع واحدة منهم او لقدر الله ما بيضمنوا في مشكلة تمام ففي الحالة دا يبقى عندي نسبة الحملة هاكون بخمسين في المية طيب 139 يتم توقف عمليات التبويض من المبيض في انسان مؤقتا في حالة ثاني يتوقف عمليات التبويض من المبيضين في انسان في حالة تعقيم جراحي التعقيم الجراحي احنا عملنا جراحة فبالتالي هل التبويض توقف لا؟ يعني ايه جراحة ثاني عشان احنا قلنا مع بعض ان عندك ندافالوب عملنا قطع ليهم او ربط ليهم تمام؟ ففي الحالة ديتي احنا بنتكلم بشكل مؤقت يعني في اي لحظة تستعيد التعكم الجراحي لا استعمال الواقع الزكري هل هيكه في عملية التبويض ملهوش علاقة برضه التبويض شغال بشكل مستمر ده حاجة خاصة بالذكر فبالتالي لا يصلح اللولب برضه ملهوش اسهل على التبويض ما فيش واحدة من دول تصلح عندي يا شباب يبقى ده لا توجد جابه طيب نجي مع بعض المية واربعين الحيوان الملوي للانسان يحتوي على نواة مكتملة يحتوي على عدد احاد من كروموسومات يقع في القطع الوسطى يحتوي على كمية صغيرة من سيتو بلسنو تجد جابه صحيح طيب يحتوي على نواة مكتملة نواة مكتملة ديت يعني اصدو مثلا نواة سنية مجموعة كروموسومية اصدو بها كده ان نواة مكتملة ما هي نواة مكتملة النواة التانية يسمع نصف مكتملة تمام او تحتوي على نصف المعلومات الوراسية فبالتالي لا تصلح ليه يحتوي على عدد احاد الكروموسومات في القطع الوسطى اه عدد احد الكرومسوماتي عنوان ان ماشي. بس في القطع الوسطى لا. ده في الرأس. فبردو دي لا تصله. يحتوي على كمية صغيرة من السيتوبلازم. ايه فعلا عنده السيتوبلازم كمية كليلة. فيبع عندنا الوحدة اللي تمشي هي جيم. طيب نيجي مع بعض بالنسبة الرقم اربعة عشر. ولا اربعة عشر يعمل انت في مية واربعين دلوقتي. الشكل المقابل لتركيب المشيج الذكري في الانسان. حالو. ده حيوى المنوع. ماشي رأس وقطع وسطة وزيل وحطت لمسة للجسم الكمة اللي في جهاز جولجي بيفرز الانزيمات الهاضمة. تمامه سبع النواة. ماشي ميت كندرية حلو. الكلام جميل. ماشي. وزيل. حلو. جاي بقول لي نقط لهم دورا في اكتمام نطق البويضة. في اكتمام نطق البويضة. اه. اكتمام عليه نطق البويضة عندنا يبقى احنا محتاجين. مش محتاجين النواة. ولا محتاجين الجسم الكمة. محتاجين قطع الوسطى دي الموجود عندنا ايه? اللي هما السنتريولان اللي بيجو بعد كده ويبقى له نظور في الانكوسام. في بقى عندنا رقم اتنين هما دول اللي هما الجسم المركزي. بسموه جسم مركزي او سنتريولان او آآ سنتروسوم ماشي كل دي اسماء دي في الكتب المختلفة يعني. نقط بي تكتمل تحولات الطاقة لسكر الفاركتوز. بحولات الطاقة لسكر الفاركتوز يبقى عندنا. او يعني انا بيستخدم الطاقة فيه. او كطع الوسطى عشان هي فيها الميتو كنديريا فهو مشاور هنا تقريبا يعني مش مشاور الكطع الوسط كطع الوسطة ليه ستة. انما المشاور علاف ثلاثة ليه الميتو كنديريا فهيب احنا عندنا هي ثلاثة. طيب ثلاثة وظيفات تعود لمجموع الحيونات المنوية تاني كده. وظيفته تعود لمجموع الحيونات المنوية. يعني ايه? تعود لمجموع اه 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 يعني احنا عندنا دلوقت الانزيم يا شباب نفسه. مش حيوان الانزيم بتاع الواحد هو ليقدر يختارك البوايضة لا ده بتبقى مجموعة الحيونات المنوية كلها مع بعضها بتشترك عشان تختارك البوايضة. ممكن واحد يبقى جاعة المرتاح كده في الاخر يكون زميله كسره جزء من الغلاف اللي حوالي البوايضة ويبدأ هو يدخل على طول مباشرة تمام بكمية بسيطة من اللي انزيم فيبقى احنا عندنا ان هما كلهم بيشتركوا مع بعض المجموع. الوظيفة بتاعت الجزء ده بتبقى المجموعة الحيونات المنوية. طيب نجي مع بعض الرقم اربعة. قد يكون السبب المباشر في عدم الوصول الى قناة من اللي خليه ما يقدرش طبعا زيلو. زيلو يكون ضعيف ولا حاجة فيكون فيه مشكلة فبالتالي ما يستطيعش الحركة. تمام? ممكن نقص الطاقة. ماشي كمية الطاقة تخلي برضو ما تمدش الطاقة الخاصة بالزيل فبالتالي ما يقدرش الحركة. طيب نجي مع بعض عندنا بالنسبة 142 من وظائف هرمون الاستروجين. الاستروجين الاستروجين نمو الغدد الليبانية منهوش علاقة. حدوث التبويض. لا ال ال اتش. نموه بتانط الرحم ايوا بينام بتانط الرحم. نمو الجسم الاصفر لا برضو منهوش لا احنا عندنا نمو بتانط الرحم بس لتصلح الشباب. 143 يحدث الانكسام الميز الاول لنقاط اسناء تكوين الحيوانات المانوية. انكسام الاول يبقى احنا بنكلم عن خلية منوية اولية. تمام؟ انكسام ميز الاول خلية منوية اولية. انكسام ميز ثاني خلية منوية ثانوية بعد كدة يتكون عندي الطلاق المني ويوجب على المية Александر منوية. انما امهات الماني دي بتنقسم عندنا انكسامات ميت وزية تمام؟ نجمع بعض نيه 144 عدد الكروموسومات في الانسان 64 بعد انكسام ميزة تكون الحيانات موصلة نوص بحدد الكروموسومات عند الكروموسومات بعد انكسام ميزة هيبقى 23 فيبقى عندنا 46 ديتي لا تصلح في الاتنين حلو لان انتك خلايا عددوها طبعا انكسام ميزة 2 الخليل 1 بتنتك كم خليلها شباب يتنتك 4 خلايا لكن عند الاناس عرفنا ان هي هتبقى 23 بس هيندك بويضة واحدة و 3 اجسام كتبية تمام طيب لا يتم الاخصاء بعداتا في الرحم من الطبيعات الحمضية وجود خلايا دا مبيضاء عدم وجود اهداب جميع ما سبق ها يبقى عندنا يا شباب تاني لا يتم الاخصاء طيب طبيعة حمضية لا دي مستبعدة عدم وجود اهداب برضو مستبعدة حتى تتلقى ان هو يحصل من جراس اهداب جميع ما سبق برضو لا تصلح فمفضلش عندنا لوجود خلايا دا مبيضاء تمام يعني خلايا دا مبيضاء ايه اللي هيحصل هتهاجم الحيونات المنوية مثلا في بعض الاجسام يا شباب بتهاجم الحيونات المنوية في بعض اجسام بتكون اجسام مضادة ضد الحيونات المنوية وبتتعامل معها بعدائية فبالتالي لمجرد ما يدخل في الجسم الجسم بيحاول التخلص منها وبيقضى عليه فبالتالي فرصة الحاملة عند الانس دي بتبقى ضعيفة جدا اه فهي ديت الوحيدة اللي تمشي معانا بس هو في سبب افضل من دا ان البوايضة نفسها عشان تتنقل من قناة فالوب لحد ما توصل للراحم بتاخد في الكلام دا بتاع خمس ايام ما كنت حلالة اصلا معايا يعني احنا عندنا قناة فالوب يعرفنا ان هي بتتقابل في التلت الاولاني وعنما بتوصل بتكون وصلت في التلت ايام اللي هو تقريبا اليوم الخامس سادس تعمم يعني ست ايام واحنا عرفنا ان بقاع عحية بيكون عندنا لمدة يومين يبقى احنا كده اربعة ايام هكونت حلالة فالوب كانت فالوب قناة توصل ماشي بس كاسباب ما فيش عندي يعني دا اعرب حاجة فيها ماشي طيب مية ستة واربعين في انسى الانسان السليم البالغة يعطى المبيض الواحد طبعا بيدينا بويضة كل شهرين بويضة كل شهرين تمام فبالتالي عندنا يبقى بويضة كل شهرين او بويضة كل ثلاث شهور يعني لو بدأت معنا هنا واحدة هتريح الشهر اللي بعد منه تمام وتجي الشهر اللي بعده هتدي واحدة تانشي فهنقول لو ده بداية شهر يبقى ده بداية الشهر التاني يبقى ده بداية الشهر التالت يعني ده لو كان مسلا وليكن واحد واحد يبقى ده واحد اتنين يبقى بداية الشهر التالت اللي هو واحد تلاتة مثلا على افترض ان هو الشهر التالتة كامل يعني انا نفترض ان هو تلاتين مثلا ما ده لا يصلح مثلا ما فوضنا عدل التوريخ شوية بس هنفترض ان هو مثلا واحد 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 اتنين واحد تلات يبقى بداية الشهر الاول وبداية شهر ايه التالت فهي الصح بتاعنا ان هي بويضة واحدة كل ايه كل شهرين. طيب مية سبعة وربيان من وظائف هرمون الاف اس اتش. اف اس اتش ده طبعا بتاع حوصل الجراف. ما شايف يا حاجات خلاص بقت بداهية يعني كررت معنا كتير فما عادشين فعنا عدنا ضيعة وقتنا فيها. مية تمنع وربيان. الطريقة التي تمنع انتقال الامشاك الذاتية الى قناة فالوف في انثى الانسان. ايه اللي يخلي الحيانات منوية ما توصلش. تمام تمنعها. طبعا الاراس ما لها شلق. تمام التعكم الجراحي ايه وانا نقطع قناة فالوف او اربوطها فبالحالة دي يبقى صعب دخولهم. الوقت الزكري عرفنا ان هو مش وسيلة امنة مية في المية تمام فيها احتمالية. ولولا برضو في احتمالية فيبقى احنا عندنا الوحيد اللي هو يمنع يبقى التعقيم. تبدأ المشيما عملها في الهرموني في المرحلة النقط من مراحل النمو الجنيني في انثى الانسان. المشيما هتشتغل. العمل بتاعه طبعا ابتداء من الشهر الكام. من الشهر الكام. من الشهر الرابع. بس هو بس مرحلة المرحلة. احنا مقسمين المرحلة عندنا لاتات مراحلة المرحلة الاولى من الشهر الاول لشهر التالت. تمام? وهنا من الرابع لل självينيكب. دي يبقى تحت كام اه لحد الثالي لحد نهي يبقى Иحنا عندنا مين المرحلة الى مرحلة أيها المرحلة التانية. هيبدأ معانا ويستمر في التانية والتالتة طيب في جني الانسان الذكر يتكون جهاز تكوين الجهاز العصبي في نوقات من الحمل في الشهر انهو طبعا في الشهر الاول ده جزء ثابت معانا طيب اي مما يأتي ليس من وظيفة الجهاز التناسولي في انسى الانسان ليس من وظيفة الجهاز التناسولي انتاج الجامعة ده تابعنا تغذيط الجنين ده في الماشي ماوراحم ماشي نضغ البيضات برضو تابعنا لكن افراز الافلسات ده خاص بالغدا مخامية يلعب السنترين الموجودان بعونق المشيج المزاكر الإنسان دورا هما فيه طبعا في انكسامه طيب الانكسام ده هيكون فين طبعا انكسام هيكون عندنا هيبدأ في قناة فالوب مش يدير البداية بتاعته وبعد كده هيستكمل في الرحم إنما البهبل مالهوش علاقة مجرى البولج مالهوش علاقة تمام فضل عندنا بالاحتمالين بس إحنا عايزين بداية الانكسام بيكون هي في قناة فالوب هيبقى قناة فالوب أفضل الإجابات يعنى هو موجود ا�� فالرحم لان الخلايا بعد كده تستمرهれ من كسام في الرحم فهو موجود ا exhural في الرحم團 لو قالي أهلا 1 فجوين لي لاتنين الصح لكن لو بختار مبيل اتنين يبقى قناة فالوب هي الأفضل حيائنا أثنين وخمسين بنهاية المرحل الأولى من تكوين الجنين بنهايه المرحلة الأولى من تكوين الجنين يكتمل نمو سواء عن الشهر التالت المثلا في الشهر التالت لم تسعد يكتمل نمو المخ والجهزة العصبي لالجنين. لكن بالطبع لا يستكمل الجنين الرئتي في التنفس ده بيكون في اخر شهور الحمل جميع عضاء الجسم اصبحت مكتملة ده في الشهر التاسع انها مش مال حولة فبالتالي ولا واحدة ملفتو يا شباب يمشي معاني في النهاية الانقسام ميجز الثاني في الانقسام المنوية يتكون نقط ها انقسام ميجز الثاني لسا السؤال تقبل كده شايفينه من شوية بارتو بطلعها المنوية فيها السئلة بتبقى متكررها يا شباب بس ممكن يغير الخيارات او يزود واحد يقل الواحد القطع الوسطة بالحيوان المنوي تحتوي على على entreلاندة مدورهم في تحتوي على غزاء مخزن بحيوان المنويات بالخنيج التق prevقية لطاقة اليه تساعد الحركة اليها اللي هي الهيوان المنويات حسن dollars فالعنق معην الرأس بوق العندقى والقطع الوسطى لكن هو بسأل عن القطع الوسطى هي الماء توвержد السكريات احت LiaWs لمست food purchase using the keep cooker محلو لحركة. مرحلة نضج البوايضة في دورة التبويض. حلو. تحدث عندما يصل مستوى الهرمون اله. الى الصفر. تبدأ عندما يحدث الاخصاب. تتوقف انتاج الاستروجين. تنتهي ببدئ التبويض. نضج البوايضة. اوه. البوايضة بتفضل عندنا لحد ما تنتهي فعلا بالتبويد يعني مجرد ما تخرج خلاص كده النطج بتاعي يعتبر انتهي عندنا. تمام? يبقى تنتهي عندنا بالتبويد. بس هو في جزئية يا شباب. اللي هي تعالوا كده اجيبها لكم. قدر مرحلة النطج يا شباب. مرحلة النطج عندنا المفروض ان هي مفترض من انقسام ميزي الاول وانقسام ميزي الثاني. فتنتهي عند في الانقسام ميزي الثاني اللي هي في التكوين البويضات والتلاتة مع بعض. طيب الجزء ده بالزاد بيتم في قناة. الجزء ده بيتم عندي في قناة تمام كده. فيبقى احنا عندنا لو شفت كلمة في الموضوع اه يبقى هو دي الاساس او الافضل عندي. تمام لان النطج عندنا يعني بنهاية الانقسام الميزي الثاني. تمام? فيبقى تنتهي عندنا ببدء التبويد. ماشي. لكن ممكن تستمر كمان بعد بدء التبويد. ماشي? ممكن بتستمر معنا كمان. لحد بيحصل تبويد. وحد لعملية الاخصاب كمان. من ورد الحامل الحيون المانو بها. يبدأ في الحالة دي تعمل انقسام ميزي الثاني. يبقى كده في الحالة دي تنتهي عملية النطج. عشان ممكن تتلاقي الصغط السؤال متغيرة في مكان تاني. طيب ده كم مش مش وقت حمية كم وخمسين. بسم الله مية ستة وخمسمية سبعة وخمسين. التركيب الذي يعتبر جهاز تنفسي للجنيين داخل الرحم طبعا الجهاز التنفسي يكون المشينا. لان هي اللي بتمد الجنين بالغذاء والسكر والاكسوجين. تمام? طيب اي زوج من الازواج التالية هو مسل جزء التركيب التنسل المؤنس ووظيفته. مؤنس ووظيفته. طيب رحم متكون جنين. ماشي. ده الرحم ده جهاز مؤنس ووظيف تكون راح الجنين ماشي. خصية وانتاج لأ احنا عايزين مؤنس فبالتالي ما ينفعش. مبيض وانتاج ما ينتاج لأفاسياتش من التجل استيروجين وبروجسترون. تمام? ده بالتالي لا يصلح. مهبل والاخصاب. المهبل ما يحصلش في اخصاب. لا ما فاش عمد لها. الفيه صح. طيب مية تسعة وخمسين. اي من التالي يبين تتابع الصحي للزيادة في افراص كل هيرموم من الهيرمونات الثلاثة من نهاية الطمس. تاني. كل هيرموم الثلاثة في نهاية دورة الطمس. في نهاية الطمس. تمام? تتابع صحيح. للزيادة. في افرازهم للزيادة في الإفراز. طيب يعني هنا عندنا الاستيروجين . يفرز يزيد. وبعد منه الافيس اتش و بعد منه ك�ولن اذا الان توقف المبيضان عن انتاج البيضات في فترة الحملة يزاد إفراز هررمون امن؟ ها احنا من الهرمون عندنا فترة الحمل تمام يعني فيه طفل موجود تمام هرمون من اللي بيكون زيه طبعا عارفين الهرمون الخاص بالحمل هو هرمون بروجسترون بريجنانت حمل تمام بيبقى البروجسترون هالطول الاستروجين لأ والفس اتش عندنا لأ لأ لما فيش حول الصلاة هتتكون والريلاكسين ده لما يكون ربنا هيكرم كده أثناء الولادة طيب 161 لا يشترك التوقم الثنائي الغير متماثل توقم الثنائي الغير متماثل متماثل يعني كان بوايضة واحدة انما الغير متماثل غير مشتركين في ايه هل غير مشتركين في المشيمة في الحب السوري في الرحم في الغشارة الوصول طيب ثاني لا أخذوا بالك عشان فين فين لا يشترك وإلا نفي النفي اثبات نفي نفي اثبات لا يشترك لو أنا شلت إلا دي هلاقي مشترك معاه في ايه الغير متماثل التوقم الثنائي الغير متماثل تمام يعني مش نفس الشي اه يبقى مشتركين مع بعض في ايه مشتركين مع بعض بس في الرحم ماشي مشتركين مع بعض في الرحم نجمع بعض مية اثنين وستين ينشط تزاوج الكطة والكلاب في السنة كم مرة هلاقي عندنا فعلا بيكونوا مرتين طيب مية ترتة وستين قبل التبويض يزداد إفراز هرمون نقط عن نقط ومع ذلك يكون أقل منه أو يساوي في التركيز قبل التبويض يزداد إفراز هرمون نقط عن نقط طبعا عندنا أول واحد بيكون زيادة ويليه بعد كده البروجسترون فيبقى عندنا الاستروجين أولا ويليه البروجسترون انما ال FSH قبل التبويض بيكون زيادة ومع ذلك يكون أقل منه أو يساوي في التركيز لا فيه فرق ال H لما يكون فيه فترة الطبويض بيكون بكمية كبيرة بيعلى معانا بسرعة وينزل تاني تمام على العكس مثلا ال FSH اللي هو التحاوصل فبالتالي ما فيش عندي حد يمشى للإستروجين وبروجسترون مية اربعة وستين يقل إفراز الاستروجين من حوى سيل الجراف بداية منه الاستروجين هي ايه اللي من حوى سيل الجراف تمام طبعا الكلام ده هيكون امتى قبل التبويض بفترة لو انت بصيت للرسم البياني الخاص بيها تمام هتلاقي عندك قبل التبويض كان عندنا الاستروجين مرتفع في الأسبوع الثاني تمام وي بدأ ينخفض ارتفاعه ده كان مؤشر لتحت المهاد ان هو يبعت للفصل امامي ان هو يفرز هرمون ال LH تمام يعني الارتفاع القمة ده تمام طيب احنا لو شفنا الرسم البياني ده في كتاب تاني هنلاقي في اختلاف ان هو جايب لي في بعض الكتب التانية ان الاستروجين و LH بيزيدوا مع بعض هنا اده هنا الاستروجين وال LH الاتنين زيادة في نفس الوقت ارتفاع الاستروجين كان تابع لي الزيادة في LH تمام؟ فيبقى احنا عندنا يا شباب قبل التبويض اه هيفرز عندنا معاشي يبقى قبل التبويض بعد حدوس التبويض بتزداد افرز هرمون نقط عن نقط وايضا نصبح اكبر منه في التركيز طبعا ان البوي يزيد بعد التبويض يبقى البروجسترون تمام؟ البروجسترون هيكون عنده اعلى يفرز السائل القلب والمعادات على حمود مكونات مجرى البول بعد مرور الحيانات المنوية بعد مرورها برضو لا قبل مرورها مباشرة تمام؟ ايوه هيبقى عندنا في الغالب قبل مرور مباشرة قبل الحيانات المنوية تخرج بيأمن لها الطريق ويشيل الحمودة اللي موجودة فيها عشان يحمل الحيانات المنوية من ان هي تموت بسبب حمودة مجرى البول 167 في جنين انثى الانسان يبدأ تحديد الجنس فيه احنا عندنا الاسبوع السادس بيبدأ تحديد الجنس الذكر تمام؟ لكن لو انثى يبقى احنا ننتظل الاسبوع الاثناشر في حالة عدم ظهور الكروموسوم عليه مجموعة جينات اسمها سيري تمام؟ دي مجموعة جينات خاصة بالذكور وهي المسؤولة عن تحديد الخصية يعني فيها عامل اسم عامل تحديد الخصية لما الجينات دي بتنشطها شباب بيبدأ يصر الخصيطين والعضو الزكري طب في حالة عدم نشطها او عدم وجودها او في خلل فيها ففي الحالة دي هننتظل الاسبوع الاثناشر وفي الحالة دي هيبدأ عندنا تكوين الاحضاء التنسلية الانسوية